اوكي ها واحد اثنين ثلاثة يا رب يا رب يا رب يا رب لا والله كلوز يا ساتر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و سوف اراجعناكم في حلقة عشرين من سيفر مايكرو في البداية حبقكم شكرا 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 الحلقة الماضية ما طلبت لايكات قلت لكم اللايكات براحتكم التابعون تضعوا لايك تضعوا ما تضعوا لايك اللي يريحكم و ما شاء الله رغم هذا وصلنا الصفحة الرئيسية 22 يعني المملكة انا ماادرش يقول والله ماادرش شكرا شكرا الله يسعدكم ما قصرتوا ما قصرتوا طيب نبدأ يحبقوا شيء في الدعم اللي قاعد يشوف في سلسلة ماينكرو الاشياء الخورة فيها اللي قاعدين تقدمونها من دعم و لايكات و مشاهدات قلت لش ماكها فؤكم وبرضو اهديكم اشياء انا نزلكم مقاطع بشكل دائم في سلسلة ماينكرو لكن برضو ودي اهديكم شي يفيدكم شي تحبونه مرة اللي هو اني وزع كواد ماينكرافت وقلت لش ما اوزع كل خمس حلقات كواد ماينكرافت يكون السحب في تويتر ابتداء من هذه الحلقة يعني حلقة هذه عشرين راح نوزع كواد في تويتر راح تلقون تغريدة في الدسكريبشن حلقة خمس و عشرين نفس النظام حلقة ثلاثين نفس النظام طبما تجي حلقات نتفلت فيها ما نوزع بس كواد واحد راح نوزع اثنين ذرادة ما بدنا راح تحصلون رابط تغريدة بالدسكريبشن هذا شي لوا شي ثاني اليوم ان شاء الله طبعا شكرا سلوم ما قصر كنت اشتغى في الحلقة الاولى اللي هي على الكونكريت قلت سلوم لو تقدر سلوم الله لهينك وتقدر باستفضل المنطقة اللي وراء لعبة الابا لاني راح حط هنا لعبة جديدة اسم اللعبة اتحداك تفوز تقولي رياوش السالفة راح أوريكم مقطع الحين هي لعبة اصلا اجنبية نظامها مرة رهيب نظامها متحشيشي نظام اللقطة نحتاج ان نرى ذلك بسبب 70 مرات كيف يمكننا ان نتعامل تيفيه؟ يمكننا ان نتعامل تفوز بالضبط هذي اللعبة راح اصويها ان شاء الله في مينكراف اسم اللعبة تحت داك تفوز طبعا اللعبة اتوقع انكم حين عرفتوا ليش حاطيت مكان كده وكبير اللعبة هذي تقريبا راح تاخذ حق ثلاثة ماكين وراء تقريبا من بدأت لعبة ابا لين لعبت الصيد حقتي هي ظاهر طولها 51 في 25 اتوقع عموما جمعت بعض الاشياء هنا والله ما جمعتها كلها جمعت بعض الاشياء هنا جمعت لي ال魚 وجمعت اللعبة البلو هذا البلوكتين التي راح نستخدمها تصميم باذن الله ابو انريكم ثاني اح cop and how to recognize جمعت كل الالوان وكلى الاشياء are you tube اوك إيسا مرة صعب مما تخيلت عموما خلاني تعملوا وضوعنا فرح تدور عن أي لون أحمر وزرق في اللعبة فيه ثلاث خيارات الخيار الأول والأساسي اللي هو الريد وول والبلو وول الصوف الأحمر والزرق شيء طبيعي وفيه التركوتة اللي هو كان كلي أزرق وحمر وشيء الجديد اللي هو كونكريت فأنا شوف أن كونكريت مرة 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 شكله أفضل يعني ما أدري وش رايكم براحة يعني كونكريت ما أدري اللي خد صورة غباء ما أدري المهم الريد كونكريت أحسنها أفضل مرة 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 فراحة اعتمدة فيب أوكي ما أحب أشتغل في الليل مرة لو بيدي والله يألغي شيء اسمه ليل في مينكرافت والله شيء يكهر يعني يرسبون عليك موبز يخربونه وشغلك ما تشوف زي الناس صدقوني عيال أحسنها الشيء ظلم لحقين اليوتيوب آآآ طيب أفرض واحد في اليوتيوب تابعين اسمه عنده تويتر لكم شيء خلص كل خمس حلقات بدنا رح يكون فيه كودين خلص تثبيت إن شاء الله كل خمس حلقات رح يكون فيه كودين كود في تويتر كود في اليوتيوب سؤال ريان هل أقدر شارك في الثانتين يب تقدر شارك في الثانتين علشان زيد فرصتك بالفوز فاكتب تعليق وحط لايك في هذا المقطع موتاقي لحلونا نختار لو مكان آآآآ طيب أن زي ما قلنا عنقوال رح يخرب دعونا نبدأ في كل جهة ونشوف متى راح نوقف اوكي اوكي صدقوني عيال ما راح اكسم ما راح اصوي شي لان التولز حقتي مره بتخرب وكثير في الكومنتيات تنبهوني رايان ترى بكاكس حقك راح يخرب صلحة رايان ترى بكاكس حقك والاكس والشفل راح يخرب صلحهم هذا المخطط ان شاء الله انه اسويه في هذا الحلقة وبداية هذا الحلقة راح نروح الحين ونصلح البيكاكس والاكس والشفل الشفل في ميزة خلواني خلنا نطلع على فوق بعدين نروح لهم من القولد فارم ونلفل ومنها نطور او نصلح التولز حقتنا الشفل حقي في ميزة لو تذكرون يوم اروح انا وياسر رحنا وين رحنا وين رحنا الانت الديميشن الجديد والله الحمد لله اشتوين 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 ايه لقيت هناك شفل دايما انت عليه مندنج فدمجتها من زمان دامجها بس حبيت اذكركم بس فهذا الشي ما راح نخسر عليه وين خسرنا عليه ما راح نخسر فيه الا حبة دايما دو واحدة باعلمكم مش معنات حبة دايما دو واحدة بعد شوية طيب خلونا بس نجيب وانضبط الوضع اوكي والله مزمع عن القولد فارم شغلي اوكي شغلي الايام الماضية كلها على اه اوكي ثواني انا الا بطلع بالفيروركي اوكي شغلي الايام الماضية كلها كانت على بناء وما بناء فا اوكي طيب حلوين حلوين خلونا نطلق على واحد من الشباب هنا من الشلة ذولي نعطي واحدة اوه سوف مطوره ثم نستعب اوكي مات مفروض ما يموت ايوه اذا ما مات وطعي تمام طيب انا راح اوقف ان شاء الله جمع لي كم لفل وارجع لكم فايب بي رايت باكي طيب جمعنا شوية لفلات على اساس نصلح البكاكس والاكس لكن راح اصلح الحين ميندينج بدون ما ادفع ولا حبة دايماند فا بكل بساطة امسك الميندينج ويتصلح شوفوا قدامكم قاعد يصلح تخيلوا نظروا البار اللي اتحت قاعد يزود تخيلوا يا الله والله العظيم الميندينج شي مو بسطوري اللي بعد اسطوري شوفوا شيين سووها في مينكرافت اتوقع غيرت مينكرافت بشكل ايجابي مرة 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 اللي هو كتاب الميندينج او تطويرة الميندينج والالترا الالترا يا ناس يعني طريقة للتنقل مبصاحية مرة شوف كم وصلناها فل وصل ليا اخي والله العظيم كتاب الميندينج هذا مبصاحي والله مبصاحي حسنا ما علينا وش كنت بسويه خلوني ناخذ شوية دايموند بوريكم بس المشكلة وش شو اصلا ثلاث حبات كفاية فما توقع ان راح تهمون مقصدي مقصدي انك تسوي بيكاكس ثاني وتدمجه هذا مقصدي لكن خنشوف لو حطيني البيكاكس حطيني واحد اثنين ثلاثة يب شوفوا عيال لو حطيني ثلاث حبات ما راح يزيد يمكن باقي شوي ويكتمل لكن يحتاج يحتاج اربع حبات عشان يكتمل صح؟ لا كده راح تخسر الحبت دايموند من عندك Fermك بيكاكس ثاني وروح تسيقي STRG ثلاث حبات اخبات design شفت الفرق يعني هذا الشيء للمبتدئين من يز spir Splcos على هent لان ما تكسر مراه دعنوا راحت قم يحتاج مني ماذا الرح الحبات سوف توقعت الحبات كفاية لاāmه يمص Brewing اردو ناقص شوي فتسوي زي كذا ما كسر انا واجد لكن عموما راح اسويها يعني اه ما علينا طيب اطورنا حين كل التطويرات وضعنا مرة كويس انا جاهز اني ارجع الحين وابدأ اللعبة حقتي فخلونا نرجع لتس قو يا حبيبي لتس قو خلونا نرجع على طول مدينة العاب ارجع ان شاء الله اول ما اوصل مدينة العاب يلا حبير اتباك يلا والله متحمس ان يبني هالشي ليه لانا راح يكون اتوقع ان توقع انها راح تكون افضل لعبة موجودة في مدينة العاب اتوقع ليه لان فيها شغل دستوني حلو اللعبة ممتعة تقدر تلعبها انت اكثر من شخص وفوق هذا فيها تحدي يالله هذا الليل يا كرهي الليل في ميكرافت يبيدي حطني هنا سرير والله العظيم لازم ما ادريش الحل مع الليل لس زفت ما فيه وول هنا يالله يالله نرجع والنام ونرجع لكم عطني انتيا عطني صوف بقي حبه هات سريري عمي وبلا مشورة بلا هم حط سريري هنا ونام يا حبيبي طيب يالله لا لا خلا هنا بعدين ممكن نام فيه المهم ما علينا طيب قلنا الطول راح يكون واحد وخمسين والعرض راح يكون خمسة وعشرين فخلوه نبدأ قلنا راح نبدأ هناك صح يابا قلنا راح نبدأ هناك ونكسر هذا الجزئية البسيطة هذي راح ابدأ من هنا اوكي طيب واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر واحد افداع 000 عشر واحد نواعش أرباطاش jack ارباطاش أرباطاش ستاتاش ستعاش كمّل هناك من بعد 22 23 24 25 ماليش 25 يب كده أفضل طيب يلا خلونا نحط الطول 51 58 19 12 13 15 17 29 23 25 27 28 29 30 30 30 30 30 40 41 42 43 45 6 7 8 9 10 11 تركت العشرات وبدأت أعجب 1 2 دعوني نتأكد بس طبعاً ما عليكم رح تتساوي وتتضبط أوه في كهف تحف طبعاً هذي مبنليها موية لأنها اللعبة عبارة عن أنك تناقص في أشياء وتطيح ويدفك ويدليش إذا طحت في الموية راحت عليك تمها بترقب طريقة ثانية وتعيد من أول وعندك وقت تايمير طيب قلنا واحد 2 3 4 5 6 8 19 وضعنا مرة كويس هنسكر هذي لأننا راح نعبي هذي كلها موية إن شاء الله هنشيل الشولكر وبرضو يبينا نسكر هذي توقع ما تكفي اللي معانا يب ما توقع ما تكفي أجيب درجة الزيادة إن شاء الله وراح عبي هذي كلها موية إن شاء الله وراح أرجع لكم في ريت باك المترجم يا سلام أوكي شوفك تمشي الحالة الهين تمشي 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 يا سلام خلاص امتلت كلها حلوي هذي الخطوة الأولى إننا حددنا المنطقة كلها بعدين عبناها موية واحد خمسين في خمس وعشرين للي يبغى يسويها طيب عطلنا لكلية الأزرق يبغان نروح الحين ثلاث بلوكات وشوف تصدقوني عيال مفرون نبغير الأرضية لك مشوار فخلها كراس عادي طيب يبغان نحين نروح ثلاث بلوكات وبلوكتين من هنا فنقول واحد اثنين ثلاثة هذه الرابعة بالضبط هنا من هنا ثلاث بلوكات ومن هنا بلوكتين ومنمشي طوالي ثمان بلوكات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية نحط ثلاث بلوكات حمرة حلوين هادي نرقع على فوق يا سلام اوكي هذي جت اوكي يكرهي الليل طيب نروح ننام كالعادة لازم طيب يبغان نحين نرقع على فوق اا طيب كذا بعدين حلوين بعدين اوكي هذي لازم نشيلها بس حطيتها لساس احط بلوكة الحمرة اا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اوكي من حاذي هذي بعدين نمشي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بعدين نرجع مرة ثانية ونسوي نفس النظام مع هذه الجهة بننزل على كذا بنفس النظام هذي بغلط جت حلوين اخي والله دبسترايدر شي خراب شو كأنني موب في الموية والله دبسترايدر شي اسطوري طيب بعدين كذا نشيل هذي بعدين كمل ثلاث بلوكات هي صح ياب ثلاث بلوكات بعدين حط هذي تحت طبقة ثانية وهنا حاطينه الريدي فاسوي زي كذا اوكي بعدين نعبيها كلها باللون الازرق فعطويني رايكم هل أفضل يكون بالكونكريت ولا أفضل بالوول ياخي الوول حسنا شي قديم يعني فما ادري كيف يعني يا شراح لكم لكن الوول مرة شي قديم فالكونكريت غيرنا شي جديد لازم استخدمه ياخي حسه أنظف والله ما ادري ليه حسه أنظف وحس شكله مرة رهيب ما ادري تحسون من نفس النظام ولا لا لون نكمل تحت برضو يابينا نعبي هذي كلها لون أزرق وفي مشكلة بعد في الكونكريت انه ياخي صافي بزيادة هو عيب وشيه شي سلبي وإيجابي في نفس الوقت يعني حلو ان يكون للبلوكها شوية تفاصيل اذا كانت سادة تحسنه لكن في نفس الوقت اخي ما ادري حسن المشاعر متلخبطة ما ادري شي يستخدم عموما سوينا هذي حسن المشاعر متلخبطة وحسن المشاعر متلخبطة سوف نضع هنا طبقة المشاعر متلخبطة سوف يمشي فيها للاعب أو المتسابق نفسه سوف يكون شي رهيب ليلة سوف يمشي هنا وما ودي حرقائكم سوف تشوفوا إن شاء الله حسن نجي لشغل الريدستون لكن قبل قبل دعنا نضع هنا واحدة وثنتين واحدة وثنتين نضع التراب هذا ومعنى حسن توقع انه معنى معنى ثنين سترينج نحتاج ثلاثة واحد اثنين لازم واحد ثارث حسن الواحد يذمشى يشتغل شي رهي دستوني وزبنا بخلصها نحين إن شاء الله ورجع لكم وما واخلص هذه اللعبة نفس المنطقة هذي فيها أكثر من اللعبة حيث إن الشخص يتسابق وحاولنا يوصلها ويخلصها بسرعة فهذا اللعبة الأولى ثم تلقى اللعبة ثانية هنا ثانية 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 سوف أشتغل في الريدستوني هذي شي بسيط يعني مو مرة واجد لنف dude وق landscape وطول عليكم رح يشتغل بها ورجع لكم سوينا شي اللطيف هذا بحيث إن اذا عديت من هنا رح يطلق عليك هذا الحسن حظي أغ hertz عد من الشباب نحس هنا وكل ما يعدي يوضخ رح pawn Trump الثانية ثانية ثانية هرح يكون هنا واحد، اثنين ثلاثة وبعدين هنضع thwen ثانية 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 اشتركوا في القناة 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 بعدين تمش معاها بعدين تنطع الثانية لكن خلوني اسوي الثانية حين معاكم وريكم القروش اللي قاعدة تصير طيب اول شي راح حط البستن بطريقة هذي وبطريقة هذي برض اوكي لا مش كذا اوكي عوافي كذا كذا بعدين احط السلاب او عفوا السلايم والله بديتي خبطي عيال ليه لاني من جد والله اني طولت فيها يعني ما اتوقع ان فيه مشروع قد سوي يعني طولت فيه زي هالمدة او زي هالمشروع يعني طول طولت مر يمكن قاعدت ساعتين ونصف هنا داخل السيرفر اوكي كويس نمنا اه شوف عائل تخيله اوكي الصوات رايحة ليه لان ازعاج هذك فان طفي بلوكس راحت اغلب الوقات اللي هنا والله المشروع يحتاج يحتاج من جد شي كير طيب المهم خلوني نسوي اه كما احتاج اثنين صح يب اثنين راح احتاج اثنين اه هوبورس فانسوي الطريقة هذي اوكي حلوين اوكي شوفوا الزحم اللي هنا نرجع لها ان شاء الله خناخذ الايرون ونروح نكمل اه نفس هذ راح نسويها هنا هو مو بريدستون والد لكنه قروش اتريدستون قروش اتريدستون بشكل فضيع طيب حلو راح نحط كيدا بعدين طريقة هذي انحط الكمبريتر هنا بعدين نجيب الهوبور نحط الهوبور هنا وهذا يتجه له ليه يتجه له برضو بعدين طيب الحين اوه يبيلنا اوه يبغالنا اخذنا اربع لبر طيب ان شاء الله الحين تزبط بإذن الله نكسر هذيك بس راح حط الليبر هنا واحط اه حبة تريدستون اوه لم تزبطوا معنا ثمان هنا مش حطينا هنا اوه لا 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 ما حطينا تريدستون غلط 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 اي شي مايصير استاك حط هنا حط هنا ويلا بسم الله اوه 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 هذي اللحسة بموضوع فتروح وشي تسوي تشيل هذا خلنا بشيل هذي وبشيل هذي برضو ابروح بحاولي نحطها بالجه الثاني تمام؟ وبعدين نحط هذا يارب تزبط الحين اخ ما ادري ليه اوه مفروض ان يمشي حبة زيادة بعد هو قاعد يحين يمشي حبتين لكن مفروض يمشي ذات حبات ايه ذات حبات فالمهم ما علينا طيب هذي تعتبر اخر خطوة في اللعبة وهنا النهاية يبيلي حين اضبط اللوحات يبيلي اضبط شي مرة اسطوري اللي هو اه فكرت فكرة قبل شوي قلت ليش ما اخليلي بداية طبعا الان بجربة معاكم بالضبط خليلي طول الصورات بس اوكي اه بجربة معاكم بعد شوية اه كيف اه نلعبها كلها ونشوف هل تضبط معنا ولا لا وبحط اللوحة بكتبة عشان تلعب اللعبة لازم تحط حبة دايمن بتقولي طيب ما حد رح يلعب اللعبات كريان ليش حبة دايمن لا رح حاط لهم ورح رغبهم في اللعبة لكن مستحيلة صدقويني مستحيلة انجابها يمكن بيجيبها بالصدف اه رح أقول لك ثلاث محاولات تحط حبة دايمن ايد اذا وصلت للنهاية خلال ثلاث محاولات كطايحات رح تاخذ block the diamond تخيلوا تضغط ايان تحت حبة دايمن اذا وصلت للنهاية رح تاخذ block the diamond لكن من الحين اقولكم استيحالة انا اقول استيحالة 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 من جد فخلونا اه او شي لازم نسوي طريق هنا عشان الواحد يرقى اه ارغب اسوي اللوحات خلنسوي كذا انا لازم نسوي طريق من هنا على اساس الواحد يقدر يرقى ازرق ازرق لازم مليها ازرق دايما كذا الحواف في الزرقة طيب خلان خليها عرضه الاسيدة طيب حلوين اوكي يبيلي شي لهذي اجل حطيتها كانها حدود لكن تمنكملناها رح خليها كذا عادية يب يجي الواحد هنا يرقى معانا مفروض ان نحط هنا درج لكن مبدأين رح خليها كذا بعدين بضبطها طيب خلنسي هذي عشان ما تخرب وتشوه يا سلام طيب طيب خلونا نكتب لوحة هنا ونقول اه كالعادة الحركة المعتادة حقتي ولكم ولكم تو اتحداك تفوز انا نسميه كذا اللعبة اتحداك اتحداك تفوز لان لازم نحط الخط هذي ولكم تو اتحداك تفوز مفروض ان نكتب تحداك تفوز ولكم تو اتحداك تفوز ومبدأين بكمل هنا طيب ان نكتبتها وحسنني مرة كثرت يا العوافه اتحداك تفوز اذا سوف اتحداك تفوز اهلا بك في لعبة تحداك تفوز فهذه اللعبة مرة صعبة اذا فستره اعطيك بلوكة تفوز عندك ثلاث حيوات أو ثلاث محاولات اه مادري كيف اكتب ثلاث محاولات ثلاث محاولات ثلاث محاولات اتوقع لازم اضع حركة هذه الخطوط اللي فوق لازم عشان تلعب هذه اللعبة حط حبة دايموند وراح اكتب هنا يا السلام توقع وضحت يعني اي خطيق خطوطة فوق تحت معروفة انا طب خلونا نام قبل ما نجربها انا واحد جديد ونجاي طبعا اي ثواني اللي حين ما خلصتها بشكل مية بالمية لان هنا في ريد ستون الجهة هذي مثلا لو تلاحظون ثماني الجهة هذي فاضية يمكن اسوفيها مجسم بسيط مادر ممكن استغلها ممكن اغطي هذه الهوبرس فاللالان ما خلصتها بشكل كامل لكن شكل تقريب 80 بالمية شكل مبدئي خلصتها طيب خلونا نجي اوك انا واحد او بم ادلها طريق طبعا اوك انا واحد توني جاي مادرش سالفة او فيه لوحينا فيه لعبة جديدة طيب بيوب شهرت بهذا القرصم تكون الصعب إذا كنت بدأت المت June سأعطيك بلق دايموند في تحوص على طبيعة حلا هل تتحوص على طبيعة حتى موضوع طيب طبعا من جد من جد صعبت 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 يبيني برضو هنا اضغط اذا بانتبعت العبد الله اضغط حبت دايموند بلد باي أوسين مزيد بسم الله انا وحتمي بسم الله بسم الله 3 2 1 بسم الله هذه ثلاثة لك الحمد لله عدنا هذه يا الله صعبة يا الله يا رب يا رب يا رب لا 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 يا شيخ يا الله والله كادت أوكي مرة ثانية هذا الحياة الأول تخيلو هنا أصلا ممكن تعيد عشرين مرة عشان كذا установت ثلاثا أوكي ها واحد اثلاثة يا رب يا رب يا رب يا رب لا والله كلوز يا ساتر طيب مرة ثانية واحد اثنين ثلاثة يا رب يا رب يوس يقطع أم الصدف أوكي 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 والله يبدأ ما خلصتها حلو انا راتمني حيتين بقى حياء واحدة طيب والله يستمره ان تمشي المع... لان هذه هي الاساس يعني انا معتبا ت carne الله ثم عالي هذي ايه اه بذيبوطت هذي يعني ما في شي طيح ممكن ايه وممكن هذي لا والله ممكن هذي طيب راتمني حياتين بقى حياء واحدة بسم الله هذي والله صعبة بين و بينكم هذي والله مرة صعبة لندلين كيف تتسووووا اوكي قيل لكم والله هذي صعبة يبيلي حط لي .. ايه اوكي يمدي الواحد يجي هنا عندي هذي .. يمدي الواحد يجي هنا ويكمل طيب هذي والله أنا مو قادر أسويه .. ياب صعبة 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 ما 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 ندل كيف تتسوى .. فعليا ما ندل كيف تتسوى هذي .. والله حسا صعبة مرة هذي الحال رح تطي يحكي مليون مرة ومو بعشرين مرة زي هذي أوكي والله العظيم من جدي .. اوه يوه اضبطت .. ايوه توا ضبطت يا عيال اشتركوا في القناة 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 و برضو في التويتر راح تحصلون رابط التغريدة بالدسكريبشن سولها الاتويت و راح تدخل على طول يا حبيبي على طول فيبعموان يعطيكم الفعافة مشاهد ان شاء الله انكم استمتعتم الحلقة اللي اعجبتكم لا تنسون تغطون زر اللايك و بس يعطيكم الفعافة نراكم على خير ان شاء الله مع سلامة